وفي ذات السياق أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه عند بدء جائحة كورونا تم التعامل معها بشكل علمي لتكون مصر من الدول القليلة في العالم التي حققت نموا إيجابيا في هذه الظروف وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العمل لم يتوقف مع اتخاذ إجراءات احترازية وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية إحنا لما جانا جات الجائحة العالم كله تصور نهاية الدنيا إحنا ما تصورناش نهاية الدنيا لأن إحنا عارفين أن الدنيا مش هتنتهي بالطريقة ديت وعارفين أن قدرات الإنسان العلمية هذا العقل الجبار اللي ربنا أوهب للإنسان دونا عن المخلوقات كلها قادر على التغلب على أي أمر موجود فيه وتعملنا عشان كده ويمكن إحنا من الدول القليلة في العالم اللي حققت نمو اقتصادي إيجابي في الظروف اللي إحنا فيها لم نتوقف أخذنا أجراءات احترازية وتعملنا مع الجائحة بالمعايير اللي من نظامة الصحة العالمية شرحت هالدة وتحركنا فيها لكن لم نتوقف لحظة عن العمل مكانش فيه جديد يعني قبل الجائحة زي بعد الجائحة بالنسبة لنا